تلك الرؤوس التي دعمت الإطاحة بشرعية في عاصمتها المؤقتة وأشعلت النار في مناطق سيطرتها حضرت على رأس فريق الإطفاء هنا في قصر اليمامة بالرياض التقى الإخوة العداء لتوقيع اتفاق إنهاء النزاع بعد شهرين ونصف من طباخته طباخة على نار هادئة في السعودية ساهمت في إنضاجه أياد إماراتية وضغوط دولية حذر صوت المملكة وغاب صوت الرئيس هادي وهو غياب ضعف من شكوك البعض بشأن استقلال قراره إذ لم يتفوه بكلمة أو جملة تشيد بالاتفاق لتطمئن الخائفين منه وهو غالباً لا يظهر إلا في تلك الصور الصامتة إما في اجتماعات حكومته أو لقاءات مسؤولين سعوديين ودوليين انتهى السيناريو إذن وحن موعد تطبيقه على الأرض وفقاً لما ورد في وثيقة الاتفاق حكومة مناصفة ودمج للقوات العسكرية والأمنية وبنود أخرى يصفها البعض بأنها تكافئ المجلس الانتقالي وتقلص من نفوذ الدولة لصالح السعودية التي منحت الحق في الإشراف على تنفيذ ما اتفق عليه الأخطر أن هذا الاتفاق يمنح العنف صفة الفعالية لسلوك أقصر الطرق إلى السلطة وتحقيق المكاسب السياسية فهل ينجح في حسم النزع على الأرض أم سيتعثر بالنظر إلى تعقيدات الوضع سؤال ربما تجيب عنه الأيام المقبلة من خلال الوقاء على الأرض لا من منابر الرياض أو جدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر